نجح عدد من طلاب الثانوية في محافظة المهرة من ابتكار الروبوت الضيافة X الذي تم تصميمه وبرمجته من أجل خدمة الإنسان وتسهيل المهامات عليه وكان هذا الروبوت الثمرة خريجي مشروع رواد ورائدات نهضة المهرة الذي نظمته مؤسسة فينا خير وبرعاية وتمويل من السلطة المحردية وتنفيذ مأحد المهرة للتدريب أحد صانعي الروبوت X قمت بعمله أنا وفريقي فرقة إكساكون الفنية تحت شراف الأستاذ عمر بن حمدون برعاية مؤسسة فينا خير الروبوت هذا استنبطناه يعني من الحضارة وحبنا نخلطها بتكنولوجيا في الحاضر قام هؤلاء الشباب باختراع هذا الروبوت الخاص بالضيافة وتتمثل فكرته الرئيسية في تسهيل حياة الإنسان وذلك عن طريق القيام ببعض المهام التي كان الإنسان دائما هو من يقوم بها إلا أن الروبوت X سوف يسهل الحياة وهذا هو هدف العلم كما يقول المبتكرون وتم صنعي وبرمجتي من أجل أن أخدم الإنسان في أن أقدم له الطعام بجميع أصنافه والمشروبات بجميع أنواعها فقط عليكم أن تقوموا بشحني ودعوا الباقلي الروبوت X يتميز في تقديم المشروبات والمأكولات ويتعرف عدى الضيوف ويرحب بهم باللغة العربية والمهارية كما أنه يستطيع تقديم القهوة العربية بكل سهولة ويسر الآن صنعناه يستطيع التحرك يقوم بصب القهوة يجيب كلمات الشكر والكثير يقوم بعملها هذا عبارة عن نموذج مصغر فقط إن شاء الله النسخة الثانية تكون أكبر وأفضل وتكون على محركات وعلى الدينامات أكبر إن شاء الله هؤلاء الطلاب الثمانية أعاكفوا على هذا الابتكار طيلة عامين من الدراسة في محل المهرة للتدريب على يد مهندسين بعدما تم اختيارهم من مدارس الثانوية كموهوبين ومبدعين وتم تنمية قدراتهم وكان روبوت الضيافة X هو ثمرة تخرجهم وهم اليوم بحاجة إلى مواصلة دعمهم لتطوير ابتكاراتهم لتدخل حيز التنفيذ وتتحول إلى مشاريع اقتصادية تدر عليهم الدخل المادي وتعود بالنفع على المجتمع في آن واحد أموت لله ديمة خدمتي العفو ويرد بالعفو بعد صب القهوة لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية محافظة المهراء اشتركوا في القناة